أهلا بيكو في فيديو جديد قبل ما نبدأ الفيديو لازم نسأل سيري سؤال مهم جدا هاي سيري What does Big Ramy eat Okay, I found this on the web for what does Big Ramy eat بتأكل كتير قوي النهاردة هنأكل كتير جدا عشان عيبقى يوم هنحاول ناخد في كل الوجبات اللي Big Ramy بياخدها لازم توضيح قبل ما نبدأ أنا كمال أجسام طبيعي Big Ramy كمال أجسام بس هو بطل طبعا كل حاجة بس الفرق بينه وبينه إنه هو فيه منشطات في الموضوع أنا مش بقلل منه أنا بس بوضح الموضوع عشان نعرف لما هاجي هاكل الحجم أو الكمل هايل من الأكل ده هلازم نكون فاهمين إن ده مش الطبيعي لشخص زي خالص يلا عشان نبدأ اليوم بتاعنا يلا نروح نجيب الطلبات شعفين الدباب عمل ازاي؟ الساعة دلوقتي دخل على ستة الصبح هنروح نجيب الطلبات الرمي المائدة العظيمة اللي رمي بيعملها عشان نعرفنا كل نهاردة هحاول على قد مقدر أكل نفس الكميات اللي هو بأكلها اشتركوا في القناة 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 ايه دا انتم هنا؟ لا ترموش الصفار لان حرام نرمي الاكل ده بس لو السعر مثلا بتاع البياض غالي او يعني ارمو الصفار يعني السعر دلوقتي تمانية وتلت اتأخرت شوية عم اعمل الاكل ستأكل الوجبة دي وبعدين هقابلكو جيم وكمان السعرات الحارية بتاع الوجبة دي هتكون هنا والسعر بتاع الوجبة دي هتكون هنا وفي اخر اليوم طبعا هنجمع الارقام دي كلها ونشوف تقريبا هيكلف كام عشان تاكل زي بجرامي وتقريبا هتاكل كام عشان تاكل زي بجرام بقدامو موسيقى موسيقى تاكلس موسيقى تاكلس موسيقى تاكلس بس حاجات انتو ماشي بتراشف لكم. الناس اللي بتسأل ازاي الدراع بيبقى ضخم ويكبر بالطريقة دي هاوريكم تامرين باخرص الماشي. توقف اوال حاجة انا. تامرين ده ده اسمه القرطن والشعلة. طيب يا جماعة الساعة الوقتي. واحدة لربع. كنا مفروض ناكل بدري اكتر عشان نعرف نحط الميلز التانية بعد يعني ورا بعض نعرف نخلص اكنان النهاردة. بس انا ما اعرف شوه اصلا بجرامي كب بياكل امتة ويتمرن امتة. فدي اكيد حاجة كنا لازم اخذها في الاعتبار. bes ما لقدش معلومات عن الحاجات دي. فاعتقد ان هو كان بيتمرن بعد الواجبة التانية او الطالتة ماعتقدش الثالثة لان اللتالتة هتبقى بس بعد الواجبة التانية. اه غير كده الاكل هنا موجود مية واربعين جرام رز ومتي حوالي متين وعشرين جرام فراخ اول وجبة ما نبسطش منها خالص بيت كتير جدا وانتو عارفين البيت بطلع عالشخصية يعني نخلص الوجبة التانية دي واشوفكم وانا بشرب في الوجبة التالتة عشان اقول لكم ايه اللي هيبقى بعد كده طيب يا جماعة دلوقتي دي الوجبة التالتة بتاعت هي عبارة عن انا معرفش هو كان بحط البروتين كان في الشيك بتاعه بس انا هحط على هقلل على قد ما اقدر عشان انا خدت بالي ان كده هيبقى البروتين عالي جدا بالنسبالي كاكل في اليوم الطبيعي بتاعي فهحط بس خمسة وعشرين جرام في البروتين شيك دي واشربها واروح اجهز الاكل اللي بقيت اليوم عشان فيه طبيق كتير جدا للووضوع ده. وهنتكلم على معاد الوجبة الرابعة اللي هي شكلها تبقى مملة تاني. يا جماعة زي ما انتم شايفين دي الوجبة بتاعت بجرامي الرابعة بعد في اربعة بطاط كاملين. وفي زي ما انتم شايفين متين وعشرين جرام زي الوجبة اللي هي بتاعت الفطار. اه انا ارفهم البيت صراحة واشاكله بحب البيت جدا. معرفش اقول له ايه. بالنسبة للبطاطا انا ما عنديش مانع. اه البيت ده انا مباكلوش دائما في الدايت بتاعي مش لسبب ان هو مش كويس والكلام ده. بس ما بس تلطفوش يعني. غير كده لو انتم عجبكم الفيديو حالا اعمله لو اسمحت لايك. وسبسكرايب لو انتم مش على القناة دي. وطبعا اللي هيشار بقى يشار في الاخر. هننسى قدام ده فيديو طويل شوية. لو الفيديو ده نزل قبل يوم التلات. هيبقى عندكم لسه فرصة ان انتم تشاركوا في السحب اللي موجودة على الانستجرام. والقوانين بتاع السحب موجودة هناك. فان شاء الله هحاول نزل الفيديو ده قبل كده عشان اللي ما يعرفش يعرف خش السحب هو على شهر تدريب مجانا وهيبقى فيه اربع كسبانين. خلص الوجبة دي. وهاملكو في الوجبة اللي بعدها. اهلا بيكم بوجبة مستر بيج رامي يا رقم. خمسة بيج رامي. ابوس ايدك بكفاية. انا موعدش اقدر هاكل اكتر من كده. هيبقى فيه مية سبتين جرام. انا ناس. متين وعشرين جرام فراخ. متين جرام رز. طبعا دلوقتي داخل على دخل على الساعة ستة. معرفش اعمل اي حاجة النهاردة عشان مرتبط بالاكل ومرتبط بالطبيق. يوم صعب بالطريقة دي. اه. اا. اعاوز على حول النامع على الساعة تسعة. فيعني عندنا تلت ساعات. تلت وجبات كمان. ووجبتين كبان كبار. ومفروض الوجبة الاخيرة حاجة خفيفة هنشوف هي ايه. وهنشوف ازا هنقدر نعمل فعلا ناخد كل السعرات الحرية دي النهاردة ولا انا. انتظروا 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 طيب يا جماعة دول اخر وقبتين كبار في اليوم اللي كان بيكلها بجرامي وبعد دي كان بياخد وقبة على الساعة 12 تقريبا بيبقى فيها معلقتين كبار بينوت باتر وبروتين شيك تاني اللي انا اعمله دلوقتي ان انا الساعة دلوقتي دخل على تسعة وده اصلا اما بيكون في السرير على المعدة فمعدتي في الطبيعي كده افل خالص فمش هعرف ان انا اكل اكتر من وقبة واحدة كمان هختار اشوف ايه الوقبة اللي هتناسبني دلوقتي وهتبقى الهضم فيها اسرع الاغلب هتكون حاجة فيها السمك لان اللحمة بيبقى فيها متقائل الدهون اكتر ومطبوخة طبعا بزبدة هنشوف الحوار ده بعدين وبعد ما اعمل كده احابي اقول لكم السعرات الحررية بتاع الوجبة اللي كلتها اهي والتوتل بتاعي في اليوم اهو التوتل بتاعي مش كتير مقرنة باللي انا باكله في الطبيعي انا باخد من تلات تلاف ومتين لفوق بس بتاع البروتين نفسه ده اكبر دلين البروتين كل ما علي كل ما هتحسه بشبعة اكتر ان انا فعلا احس بشبعة غير طبيعي وصاد ان انا لما باكل الكربز عندي بتبقى اعلى من بروتين فبالسبب ده عاوز برد اقول ان دايت زي ده صعب جدا ان واحد طبيعي حياته مش كمان الاجسام حقيقه ومش بروفاشنال ان هو يبقى ماشي على الطريقة الاكل دي وطريقة الوجبات الكتيرة اللي في اليوم دي اللي بيحصل ان دا انا زي مثلا النهاردة اكيد انا الحاجة دي مش متعود علي ان انا اكل المرات الكتيرة دي بس بتلاقي ان يومك كله معظمه مربوط بمعادل اكل اما لو انت ماشي يعني واحد طبيعي ما عندرش كومبتيشنز عاوز بس بتحسن من جسمك وكده الاكل عندك فلكسبل ما فيش حاجة اسمها لازم تاكل كمان ساعتين او ثلاثة يعني في كتير على امتى تاكل واد ايه تاكل بس هي بتختلف من شخص لشخص بس مفيش حاجة اسمها اه انت لازم تاكل حالا او لو ما كانتش حالا مخلاص لأ ممكن تعمل الواصية متقطع ممكن وتزيد به يعني تضخم به ممكن تعمله وتخس فده بيعتمد على الشخص وهنتكلم في المواضيع زي دي بعدين بس بالنسبة للنهاردة الحاب يقولوا الاكل ده البروتين العالي ده ما اعتقدش ان هو هيبقى حاجة كويسة قوي ان الواحد يفضل اللي ياخد كمية البروتين العالية دي اه مع ان البروتين ملوش اضرار بس ممكن يعمل اضرار مع الناس معاهنة وبعدين لازم نكون عارفين البروتين زي الكاربوهيدر برضو بيرفع الانسولين بس مش بنفس الكمية يعني انا متأكد ان انا هيبقى عندي مشاكل اه في الهضم او مع بطني الكلام ده اللي بسبب البروتين العالي ده وانا مش بتعود عنها السعرات الحارية اللي كانت المفروض تخش جسمي النهاردة من الوجبات دي اهي والسعر الوجبات دي اهي كده انتم معاكم الوجبات الكاملة بتاعة بيجرامي في اليوم العادي بتاعه وهو بيحاول يضخم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروا وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة لو حد عنده اي مواضيع تانية حابيني ان انا اغطيها لو سمحت حطوا لي كومنتس عشان يبقى عندي اختراحات انتم بفعلا الحاجات عايزون تشوفوها بدلا ما انا بفكر زي الساحر اشوف انتم هتحبوا ايه يلي تكونوا برضو يعني بتحبوا الحاجات اللي انا بعملها وهشوفكم في فيديو تاني موسيقى